بسم الله الرحمن الرحيم برحمة حضرتك قبل الفاصل كنت بقول لكم سريعا كده كل حاجة في الدنيا تطورت يعني فيه تكنولوجيا والفلاح نفسه بقى متطلع بالتكنولوجيا الاراضي الزراعية وحيازاتها اتغيرت بقيت فيه مساحات صغيرة تفتت الحيازة النهاردة بقى فيه وعي الفلاح كمان بيشوف معلومة عايز يطبقها داخل ارضه الزراعية او يشوف الزرعة نجح طيب ليه كلنا دايما بنبص للارشاد وبنتكلم على جزئية واحدة يقول لك فين المهندس الزراعي لا هقول لك المهندس الزراعي هو قدم عمره كله للزراع والفلاح وكان صديق ليه وموجود معه في ارضه بيكلم في كل مناعي الحياة ايضا قطاع الارشاد الزراعي الزراع الطولة لوزارة الزراع حصل فيه تطور كبير جدا وفيه ادواته فيه المعلومة وكمان مهم جدا التوقيت اللي بتوصل فيه المعلومة للمزارع حصل طفرة حقيقية فيه الارشاد الزراعي هو مش مجرد كلام بقوله لا المشاركة داخل الحقول الارشادية او الحملات الارشادية بنتكلم على وجود مدارس حقلية على مدار العام بنتكلم على اللدوات داخل الادارات الزراعية رقمانة هذا القطاع وده الجزئية عايز اشرح لحضراتكم النهاردة من خلال وجود في العزيز الاساس الدكتور علاء عزيز رئيس قطاع الارشاد برحب بحضرك يا دكتور علاء اهلا بحضرك يا عزيز السامح واهلا بكل السادة مشاهدي قناة مصر الزراعي دكتور علاء ارشاد انا عرف ان حضراتك بتعشق هذا المجال لانه هو في جزئية جميلة اللي هي التواصل مع المزارع والحديث مع اهمية الارشاد الزراعي في الحقيقة طبعا سامح يمكن حضرتك انا شاركت في قناة مصر الزراعية في عدة برامج قبل كده على مدار السنوات الطويلة الماضية وكان محور حدثنا هو الارشاد الزراعي واهمية الارشاد الزراعي ودور الارشاد الزراعي الحقيقة كلمة الارشاد الزراعي بتوضح من معناها للمشاهد ان هناك بحوث زراعية التم تقنيات حديثة تكنولوجيات حديثة اصناف جديدة طرق جديدة فالهدف الارشاد الزراعي هو توصيل المعلومة اللي تفيد المزارع اللي تزود له انتاجه اللي تحسله من جودة محصوله اللي اتعرفه ازاي يعمل مكافحة متكاملة فالأساس هو نحن بناخد نتائج البحوث والتوصيات الفنية لكل محصول سواء كان محصول حقلي او محصول بستاني او ما يتعلق بالسروة الحيوانية والدجنة والسمكية ونحولها بواسطة زملائنا المختصين في الارشاد الزراعي كمعهب بحوث الارشاد الزراعي والتنمية الرفية وزملائنا في الجامعات في اقسام الارشاد الزراعي المختلفة جليات الزراعة وايضا العاملين في الادارة المركزية للارشاد الزراعي وكل الزملاء في مديريات الزراعة اللي ليهم اتصال مباشر بالمزارع وبنوصل للمزارع هذه المعلومات بصورة مبسطة يسول تطبيقها وهناك الكثير من الادوات زي ما حضرتك ذكرت ممكن بتستخدم علشان او بهدف او من اجل توصيل المعلومة الارشادية للمزارع المصري اللي بلا شك هو مزارع زكي والمزارع عنده خبرة كبيرة جدا ومزارع بيعمل في كل وقت علشان يحقق الامن الغذائي للمواطن المصري وعشان نزود الانتاج الزراعي وعشان نزود الانتاجية الفدانية كل ده بيتم بهدف اساسي عندنا وهو اننا نوصل للمنتج الزراعي الامن الصحي للمستهلك المصري وده تحدي كبير انت اامن وصحي وانتاجية مرتفعة كمان صحيح طبعا لما نتكلم عن الارشاد الزراعي يعني المجال يطول شرحه لكن خلينا نتكلم ان هناك اساليب تقليدية كانت وما زالت متابعة من خلال التواصل المباشر بين المرشد الزراعي وبين الباحث الزراعي والمزارع المصري بنوصل للمزارع المصري من خلال الحاملات الارشادية ويمكن زي ما حضرتك وكتير جدا من السادة المشاهدين يعلموا ان الحاملات الارشادية وقلنا هذا التعليق عدة مرات واسمحلي ان انا كرره هي نموذج ناجح جدا للتعاون المسمر والبناء بين كل الاطراف بدءا من مركز البحث الزراعية القلعة العلمية العريقة اللي كلنا بنشرف بالانتماء اليها ويعني اعتقد بهذه المناسبة اسمحلي ان انا يعني اتوجه بالتحية والشكر لكل اسرة مركز البحث الزراعية قيادات وعملين وبحسين اللي بيعملوا ليلة نهار من اجل تحقيق تنمية زراعية في مصر وزيادة الانتاجية وتحسين الجودة وكل ما هو من اجله يمكن ان نحقق اهداف التنمية الزراعية المستدامة سواء كان بقى زي ما ذكرت كده مهندس زراعي مرشد زراعي باحث زراعي بيتواصل مع المزارع بشكل مباشر من خلال الحاملة القومية اللي زي ما ذكرت برضه انها نموذج رائع للتعاون بين كل الجهات والاطراف جهات بحسية بتتمثل في المعاهد البحثية والمعامل المركزية التابعة لمركز البحث الزراعية مشاركة من اكاديمية البحث العلمي الجامعات المصرية الاقليمية كل محافظة بيشارك اعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات في الحاملة القومية بكل محافظة مدريات الزراعة الارشاد الزراعي المكافحة كل الجهات بتشارك التعاونيات بيكون لها دور في هذا الامر فالحقيقة الحاملات الارشادية كلها دور كبير جدا في زيادة انتاجات المحاصيل الاستراتيجية ونشر الاصناف الجديدة بنعمل من خلال الحاملات الارشادية ودور كبير موجود للإدارة المركزية الارشاد وايضا من خلال برنامج حضرتك اسمح لي ان انا حييهم واشكرهم على جهدهم برغم محدودية امكانياتهم وقلة الاعداد الا ان هم بيشتغلوا بيعملوا وبيبزولوا جهود كبيرة جدا عشان يقدروا فعلا يقدموا خدمة ارشادية متميزة للمزارع المصري يكون في حقول ارشادية في حقول مشاهدة من خلالها بننشر الاصناف الجديدة وبنعرف المزارع الممارسات الزراعية الجيدة بدءا بقى من موعد الزراعة وإعداد الارض للزراعة واختيار الصنف المناسب للمنطقة ويمكن برضو ده يجرريني ان انا كده او يدفعني الى ان انا اتكلم عن الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية ان كل منطقة لها ظروف جوايا مختلفة وطبيعة تربة مختلفة فده بيخلينا ما نقولش ان صنف واحد ممكن يتزرع الصنف اللي بيجود في مناطق في الصعيد غير اللي بتزرع في وسط الدلتا غير اللي بتزرع في شمال الدلتا وايضا الزملاء في الادارة المركزية لانتاج التقاوي مشكورين في خلال الفترة الماضية يمكن كان فيه توجهات من معالي الوزير ليهم بضرورة نشر الاصناف الخاصة بكل منطقة والاعلان عنها في الجامعيات الزراعية والادارات الزراعية وبكل الوسائل وهناك يعني زيادة في حملات التوعية للمزارعين بضرورة اتباع فعلا هذه التوصيات للوصول فعلا لأعلى انتاجية وأفضل انتاجية وأيضا كمان فيه توجهات بإعداد خريطة سمادية لان طبيعة التربة مختلفة والعناصر الغذائية المتوفرة فيها مختلفة وده بيترتب عليه اختلاف فيه كميات المقننات السمادية لكل محصول في كل منطقة لما بنعمل الحملات وبنعرفهم بالتوصيات والمقننات السمادية وغيرها وزي ما ذكرت الممارسات الزراعية الجيدة بدءا من إعداد الأرض والزراعة والصنف والتوصيات الفنية بقى الخاصة بمواعيد الري والفترة بين الريات واساليب مكافحة الأفات الحشرية وايضا مقاومة الأمراض ومكافحة الحشايش حتى الوصول إلى علامات النطج والمعادل المناسب للحصاد والأسلوب الأمثل للحصاد كل ده بيتم كمان بنوجه من خلال حملات بضرورة استباع التقنيات الحديثة واستخدام الميكانة الزراعية سواء في تسوية الأرض بالليزر واعداد الأرض للزراعة واستخدام الميكانة في الحصاد وده مجال برضو مهم جدا ومن ضمن التقنيات الحديثة اللي احنا بنتابعها طبعا زي ما استيادتك ذكرت أيضا هناك مدارس حقلية وفي أيام حقل وأيام حصاد كل دي وسائل تقليدية متابعة بيتم فيها التواصل بشكل مباشر ما بين المزارع وبين المختص والمتخصص الأسلوب بقى اللي حضرتك بتتكلم عليه هو بيأتي يعني في إطار سياسة ومنهجة الوزارة الزراعة في التحول الرقمي في كافة المجالات ومن بينها الإرشاد الزراعي فحضرتك التكنولوجيا بقت هي العنصر الحاكم للتقدم في الفترة الحالية دول العالم كلها بتتقدم شفنا في الفترة الأخيرة في السنتين الماضيتين مع انتشار فيروس كورونا المستجد وجائحة كورونا اللي انتشرت في مختلف دول العالم شفنا قد إيه أهمية التكنولوجيا شفنا قد إيه إن كل الخدمات بيتم تقدمها بشكل رقمي وإلكتروني فكان ضرورة حتمية إن يتم استخدام تكنولوجيا للاتصالات والمعلومات في الإرشاد الزراعي ويمكن استراتيجية التنبياء الزراعي المستدامة 20-30 المحدثة تم فيها إعداد برنامج خاص باستخدام تكنولوجيا للاتصالات والمعلومات في الإرشاد الزراعي ولي عدد بين المشروعات موجود بيتم من خلالها تطبيق هذه التكنولوجيات والتوسع فيها وأهميتها والجهات المشاركة فيها وبدأنا فعلا في تطبيق التكنولوجيا الحديثة ورقمانة الإرشاد الزراعي واستخدام كل وسائل السوشيال ميديا في الإرشاد الزراعي حضرتك أمتخذ قرار بالنسبة لإقطاع الإرشاد هل الحيازة المميكنة أفادت الرؤية اللي بيكون عندك معلومات واضحة وأنت بتتخذ قرار للعدد حملات إرشادية للتوجه لمحصول معين أفادت؟ خلينا أقول لحضرتك إن كارت الفلاح وميكنة الحيازات هي يمكن ما كانش لها تصال مباشر بالإرشاد الزراعي لكن كانت هي خطوة على الطريق وخطوة رئيسية بتمهد لتعريف المزارع بالتكنولوجيا الرقمية اتحول من إنه يكون معاه بطاقة خاصة بحيازة أرضه ورقية إلى إنه أصبح عنده كارت زاكي بطاقة كارت الفلاح موجود بيقدر من خلاله يحصل على الخدمات اللي بتقدم عن طريق الجماعيات الزراعية فابتدى يطبق هذا الأمر ويتعامل معاه وكل يوم فيه إضافات على العدد مستخدمي وعدد بطاقات كارت الفلاح اللي بيتم استخدامها وتوزيعها على المزارعين حبينا نبدأ في مايكانت كارت الفلاح بالتأكيد كان هناك مقاومة من بعض الأفراد لما بدأنا في رقمانة الإرشاد الزراعي واستخدام التكنولوجيا للاتصالات والمعلومات والتطبيقات الإلكترونية الموبايل أبليكيشنز والسوشيال ميديا تسمعنا إن فيه أصوات وتنقشنا معهم وقراء وبنحترمهم طبعا نيه ومجهات نظر لها مننا كل الاحترام والتأدير قالوا إن ممكن يكون الفلاح مش مؤهل لاستخدام هذه الوسائل ممكن تكون هذه الوسائل أو أجهزة التليفون المحمول المعدة لسمارتفون عشان يستخدم السوشيال ميديا مش متوفرة عنده لكن زي ما ذكرت خدنا القرار ووجهنا التحديات وفعلا بدأنا تدريجيا ومرحليا نوصل المزارع لإنه بقى هو حريص على إنه يتابع وسائل السوشيال ميديا علشان يشوف التوصيات الفنية الخاصة بالمحاصيل اللي هو بيزرح ممتاز فحضرتك لما طبقنا هذا الأسلوب أول حاجة عملناها إيه؟ كان لازم ننشر الفكرة فابتدنا بمجموعة من الندوات وساعدنا فيها طبعا وسائل الإعلام وقناة مصر الزراعية من بين هذه الأدوات والوسائل اللي احنا استخدمناها عشان ننشر هذا المفهوم من خلال استضافة متخصصين ومن خلال عرض أهمية استخدام التكنولوجيا الرقمية في الإرشاد الزراعي وكمان استخدام السوشيال ميديا وبدأنا نعمل أولا إعداد للتوصيات الفنية اللي هيتم نشرها من خلال هذه الوسائل ثم ابتدينا نحولها في شكل فيديوهات مصورة ويقدر المزارع يشوف بشكل بسيط جدا التوصية بتاعة المحصول بتاعه اللي تتناسب مع الموعد المناسب للتوقيت يعني الشهر اللي احنا بنزرع فيه التوصيات الفنية الشهر اللي بعدي الشهر اللي بعدي وهكذا كان فيه تزامن في إعداد التوصيات الفنية بحيث أنها توصل للمزارع نفس الوقت قبل بداية الشهر بفترة كافية عشان يبقى عارف إيه التوصيات الواجب باتباعها لأننا بحليا أستعده يبقى مؤهل نفسيا وعنده المعلومة أنت هتعمل ده مثلا الأسبوع الجاي الأول الشهر ده المعادل المناسب خلي بالك الناس اللي كان بتزرع قطن في اثنين وثلاثة لا أنت هتأخر شواء دروقات الشهر الخمسة لأننا عندي تغيرات مراخية وعنده محاصلة حركت صحيح ابتدينا بعد كده ننشر هذه التوصيات الفنية من خلال زي ما قلنا سوشيال ميديا وعايز أذكر هنا زملائنا في قناة مصر الزراعية وقرر التحية لهم مرة تانية لأنهم بدأوا هذا الأمر في إعداد هذه التوصيات الفنية في صورة فيديوهات مختصرة مصورة وعليها تعليق صوتي يوضح للمزارع كل التوصيات الفنية الخاصة بالمنتجات الزراعية زي ما احنا قلنا ومازالوا بيقوموا بهذا الدور وانتشر هذا الأسلوب وبدأنا بعد كده في خطوة التطبيقات الرقمية وكان فيه تعاون ما بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في إنتاج تطبيق إلكتروني المفيد في الأغذية والزراعة وبيتضمن عدد من المجالات ممكن نتطرق لها لاحقا لكن خلينا أقول لحضرتك هناك تعاون مع الإيكاردة في إنتاج موبايل أبليكيشن أو تطبيق إلكتروني خاص بمحصول الأمح تعاوننا مع جهات أخرى في إنتاج تطبيقات إلكترونية خاصة بالرأي ونظم الرأي ومواعيد الرأي وأسلوب الرأي والمقاننات المائية مرتبطة أيضا بما يحدث من تغيرات مناخية فهذا التطبيق الإلكتروني تطبيق هام جدا أيضا كل الشكر والتقدير لجنة مبيدات الأفات الزراعية اللي حولت كتاب التوصيات الفنية لكيفية مقاومة الأفات والإستخدام الأمثل للمبيدات إلى تطبيق إلكتروني وبيتعاونوا في هذا الأمر أيضا مع إحدى منظمات مجتمع المدني ولهم دور كبير جدا في نشر هذه الأمور فخلينا أقول لك يعني لو عادنا نعدد التطبيقات الإلكترونية قد إيه حنلاقي انتشرت بقت بتغطي كل المجالات الزراعية تقريبا وزارة الزراعة لما قرر معالي الوزير اتباع أسلوب الإرشاد الرقمي واستنسيق ما بين كل الجهات اللي بتعمل في الإرشاد الزراعي بمعنى أن حضرتك زي ما ذكرنا في مؤسسات بحسية مختلفة في جامعات في منظمات مجتمع مدني في جهاب كتير جدا بتنتج تطبيقات إلكترونية لخدمة المزارع من بينها بعض الشركات اللي بتعمل في القطاع الخاص بتنتج تطبيقات إلكترونية بتتضمن توصيات فنية تتعلق بالإرشاد الزراعي وكل مجالات الإرشاد الزراعي فكان لابد من التنسيق بين هذه الجهات من أجل أولا ضمان المعلومة وصحتها للتأكد من أن المعلومة اللي بتوصل للمزارع معلومة صحيحة علميا وفنيا ولا يكون لها أي أثار سلبية مش مجرد أنهم تطبيق بتجيل عليه معلومة لأ المعلومة دي معتمدة صحيح بعدين أنا بس دو في نقطة عجبتني في كلام حضرتك الناس كان في بعض الأراءة معترضة يقولك عسل الفلاح ما معهوش التكنولوجيا دي لا هقولك هو موجود معاه طب اللي معهوش هو مش محتاجة فلما يكون النهاردة عنده مهندس في إيده لا هيبقى محتاجة وهيجيبها وهيتعلمها لأنه هو شاف اللي دي بتخدمه بتخدم ولاده وأرضه وزرعته فديش مصلحته موضوع ما هو الصعب وفيه تبسيط وفيه ندوات الشديدة بتحصل من قبل حضرتكم أنا حضرتها بالصدفة في أحد المحافظات علشان يمعوا الناس من داخل مدارية الزراعة وعدد كبير من المزارعين موجودين فدي كانت حاجة جميلة جدا أن أنا شفتهم بينها دكتور علاء ماسك الموبايل وجاروا جيقوله توريني ده التطبيق أهو فدي في حد ذاتها نشر للوعي وللمفهوم نفسه خلينا أقول لحضرتك يا أستاذ سامح إحنا مش بنستخدم التطبيقات الإلكترونية فقط ولا السوشال ميديا فقط إحنا بنستخدم كل المواقع الإلكترونية التابعة لكافة المؤسسات الصحفية التوصيات الفنية بشكل دوري كل التوصيات الفنية موجودة على كل المواقع الإلكترونية في شكل تيكست يعني مكتوبة وفي شكل فيديو موجودة شرح خلينا أقول لحضرتك وأؤكد على كل المشاهدين الآن إن إحنا بنستخدم الوسائل التقليدية قائمة ومستمرة اللي فيها اتصال مباشر ما بين المزارع أو ما بين المسؤولين والمختصين عن الإرشاد الزراعي عندنا نشرات إرشادية مطبوعة بتصدر من الإرشاد الزراعي والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي وبيتم تبعطها في مراكز الدعم الإعلامي وحضرتك تعلم أن إحنا عندنا أربع مراكز دعم إعلامي وفيهم مطابع بيتم طبع النشرات الفنية اللي بيعدها المختصين لكل محصول والكل ما يتعلق بالسروة الحيوانية والمجانة والسماكية بيتم نشرها وتوزعها مجانا بنتبعها ونوزعها مجانا فالنهاردة موجود المعلومة بشكل مكتوب يستطيع أنه يقراها يعني ما فيش إلزام على أنه يستخدم الإرشاد الإلكتروني فقط هي المعلومات اللي موجودة وموجودة على التطبيقات الإلكترونية إحنا بنوصلها للمزارع من خلال التواصل المباشر لكن نتيجة قلة الأعداد وعدم القدرة على التواصل مع العدد الأكبر من المزارعين فإحنا بنطبق الوسائل الأخرى خليني أنتقل إلى قناة مصر الزراعية ودورها في الإرشاد الزراعي لو بدأنا من حيث أن إحنا بنعد فيها كل التوصيات الفنية النهاردة القناة بقت زراع إرشادي وأداء إرشادية على أعلى مستوى موجود وهناك إشادة بقناة مصر الزراعية ودورها في مجال الإرشاد من الهيئات الدولية ومن المنظمات الدولية ومن عدد من الدول العربية المحيطة بينا بتطلب تطبيق ونقل تجربة جمهورية مصر العربية ووزارة الزراع واصلاح الإراضي في الإرشاد الزراعي إلى هذه الدول وخلينا أقول كمان لحضرتك وتنفيذ بعض المرامج الموجهة لهذه الدول خلينا صحيح لأن طبعا حضرتك أن مش هنقدر ناخد نفس التوصيات إحنا كنا بنقول عندنا دلوقتي من دقايق أن كل منطقة ليها طبيعة خاصة وليها طبيعة تربة وطبيعة مناخ وطبيعة ظروف جوية وكل ده دخل مصر لكن إحنا بنتكلم في الكونسط نفسه يعني أن التجربة نفسها إحنا عملنا إيه؟ الأليات اللي إحنا استخدمناها الجهات اللي قدرت تشارك إيه هي؟ إيه المطلوب؟ يعني نقل الفكرة والتقنية والأسلوب اللي إحنا طبقناه والخطط اللي تم إعدادها في هذا الأمر عايز أقول لحضرتك إن القناة لو قلنا بقى إن في حد ما عندوش موبايل أبليكيشن يقدر يستخدمه أو ما عندوش سمارتفون اللي ما عندوش موبايل زكي أو اللي مش هيقدر يستخدم التطبيقات الإلكترونية أو اللي مش هيقدر يدخل على البواقع الإلكترونية أو مش هيدخل على صفحات السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي أو اللي ما بيعرفش يقرأ علشان مش هيقدر يقرأ النشرات اللي بيتم إصدارها من الجهات المعنية داخل وزارة الزراعة بقى عندنا قناة مصر الزراعية مجموعة من البرامج الموجهة للإرشاد الزراعي لما بدأنا في جائحة كورونا وعملنا برنامج المتشارك الزراعي بعدين برنامج المرشد الزراعي وبرنامج صوت الفلاح برنامج العيادة البيطرية حلقة واصل كتير جدا 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 من البرامج بيتم استضافة المتخصصين تواصل مباشر بين المسؤول والمرشد والباحث وكل المقتصين في الزراعة بيتم استضافتهم وبيتكلم عن محصول أو عن شيء من المعلومات اللي تخص الصروة الحيوانية والداجينة بنتكلم عن كل المجالات بيبقى فيه تواصل مباشر القناة بتنتقل إلى كل مكان في جمهورية مصر العربية وبتلتقي بالمزارعين وبتشوف على أرض الواقع ايه مشاكلهم بننقلها من خلال حضراتكم المختصين وبيوصلهم الردود على استفساراتهم فالنهاردة محدش يقدر بقى يقول ان انا ما عنديش تليفون محمول غلاص شوف القناة تابع القناة هتلاقي فيها كل الوسائل اللي انت عايزة يبقى عندنا اتصال مباشر عندنا قناة مصر الزراعية عندنا الوسائل السوشال ميديا عندنا التطبيقات الالكترونية كمان بنتعاون دي اضافة مع عدد من القنوات والإزاعات المحلية التابعة الهيئة الوطنية للإعلام في نشر التوصيات الفنية الخاصة بالمحاصيل الزراعية اذا هناك تطور في اداء الخدمة الاشتادية جائحة الكورونا زي ما ذكرت في بداية حديثي من دقائق ايضا سرعت من معدل التحول الرقمي في كل المجالات حضرتك المؤتمرات اللي كانت بتتم في قاعات واستضافة اشخاص وتكاليف عالية جدا النهاردة المؤتمرات والاجتماعات والندوات بقت تتم من خلال الفيديو كونفرنس او من خلال الزوم ميتنج او كل الوسائل اللي احدى بنطبقها تكنولوجيا دخلت في كل حاجة بقت موجودة في كل المجالات السيد رئيس عبدالفتاح السيسي انا كنت بتكلم قبل الفصل ان انا كان في اسبوع في برنامج مصر كل يوم ختام السنة بنعمل فيه حصر للانجازات فكان فيه خبر جميل جدا اسبوع صعيد مصر كان في نهاية العام ولكنه كان بداية حقيقية لنهضة جديدة في صعيد مصر من ضمن الملفات اللي اتحدى ساعرنا السيد رئيس تطويد منظومة زراعة القصب وهنا انا تذكرت في من سنة لما حضرتك قلت اهتموا بالموضوع ده وخصصوا حلقات موجهة للتحول من زراعة القصب بالعقل الى الشتل ورشحت لنا الضيف ساعتها عشان ننشر هذا الوقت كان الدكتور ساهر عشان ننشر هذا الفكر ده بيدينا كمان مسئولية اكتر بيضع علينا مسئولية مهمة اوي ان احنا نشوف الدولة رايحة فين ونبتدي كمان ننشر العلم ده علشان يتم تنفيذه باقصى سرعة صح صحيح خلينا اقول لحضرتك ان بالنسبة لزراعة القصب بالشتل وايضا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعالي وزير الزراعة السيد القصير في كلمته امس تطرقوا الى زراعة القصب بالشتل وري القصب بالطرقيد يمكن هذا الاسلوب وهذه التقنية بدأت من معهد البحوث المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية والمهندس اللي ساتك ذكرت اسمه هو احد من تم يعني تواصلهم مع المعهد وشاف هذا الاسلوب ولكن هو كان من اكثر الناس اهتماما بيه وكان ليه دور في نشر هذا الاسلوب في عدد من المحافظات والحقول في صعيد مصر واسلوب سيؤدي الى زيادة الانتاجية الفدانية وبالتالي زيادة عائد المزارع خلينا اقول لحضرتك ان اي تقنية جديدة اي اسلوب جديد احنا كلنا لازم نتعاون علشان ننشر كلنا لازم نتعاون علشان نعرف المزارع هذا الاسلوب ودايما التحول من اسلوب الى اسلوب بيحتاج توعية وبيحتاج وقت وبيحتاج ان المزارع يشوف بنفسه هذا الاسلوب ويرى الفرق سواء في الانتاج وبالتالي او في اسلوب الخدمة وبالتالي في العائد فزي بالزبط الانتقال من الارشاد التقليدي الى الارشاد الرقمي لما بيشوف سهولة الخدمة وانه هو بيقدر من خلال تطبيق الكتروني يجي يصور صورة الاصابة اللي موجودة على النبات عنده ويحطها على تطبيق الكتروني فممكن يحدد له ويشخص له نوع الاصابة دي وكمان يقدر يقول له ايه القافة اللي موجودة او يقدر يحدد له كمان نوع المادة الفعالة اللي المفروض انها تتوافر في المبيد اللي هو بيستخدمه صح فده اسلوب طبعا اسلوب زراعة الاصاب بالشكل ده سيتم تطبيقه وتعميمه وهناك يعني تكلفات زي ما سيتك سمعته وكل المواطنين المصريين سمعوا هيكون ليه يعني لما ارفع من 35 ل40 طن من الفدان ل60 طن اكيد المزارع لما بيشوف ده يعنيه هو هيسأل عمله ازاي وروح لمين والنهاردة فيه دعم كامل من الدولة الهدف من سؤالي برضو ان احنا عندنا اولويات في الدولة المصرية النهاردة اكيد الارشاد الزراعي هيكون عليه دور كبير يعني انت حضرتك اكيد عندك بعض الاهداف اللي انت عايز تحققها حتى لو هنبتدي بيها في العام القادم ان شاء الله هو شوف اقول له حضرتك حاجة زي ما اتفقنا ان الارشاد الزراعي دوره الاساسي هو انه بينقل التوصيات الفنية وقبل التوصيات الفنية كمان بننقل الاصناف الجديدة وذكرت في البداية اللي احنا بننقل التقنيات الحديثة في الزراعة والاساليب الحديثة في الزراعة ومن بين هذه الاساليب زي ما اتكلمت سيادتك زراعة القصب بالشكل فدي بتبقى اولويات عندنا يعني احنا عندنا مجموعة من الاولويات بنتكلم عنها مع عبدات السنة الجديدة لو كلمنا عن التوعية باهمية تطبيق نظم الرأي الحديث في اراضي الوادي والدلتا والمبادرة القومية للتحول من نظم الرأي بالغمض بس ده في مفاجأة انا عايز حضراتك تتكلم عن الرأي الحديث بعد الفصل لان فيه اجراءات النهاردة بسيطة وفيه مميزات كتيرة جدا لما انا حدس رأي داخل الارض فحاوس حضراتكم تنتبه طب انا استأذن حضراتك بس نكمل الاولويات وممكن بعد الفصل فخلينا نقول ان احنا بنتكلم عن الرأي الحديث بنتكلم عن ضرورة استخدام التقاوي المعتمدة والمنطقة بنتكلم عن اراضي شمال الدلتا لازم هيكون فيه اهتمام كبير جدا بتطوير الممارسات الزراعية المستخدمة فيها تسوية الارض بالليزر الزراع على مصاطب عندنا من ضمن الاولويات سواء في شمال الدلتا او في باقي المناطق زراعة الهجن والاصناف الجديدة اللي هي قليلة الاستهلاك المائي او بيقولوا بنقول عليها قصيرة العمر والمقاومة للامراض والافات والتغيرات المناخية المعاكسة والمتحملة للملوحة والجفاف كل دي اولويات عندنا عندنا من ضمن اولوياتنا ملف مهم جدا وهو ادارة المخلفات الزراعية والاستفادة منها ودي لها ابعاد كتير جدا سواء اقتصادية او بيئية او اجتماعية لها سابقة نجاح تدور اش غز حضراتكم تبنيتوني اول يوم لغتلا من ارض بقتجارة عندنا اولويات كتير جدا في الفرحلة اللي جاية احنا ذكرنا جزء منها مش عايز انسى برضو احنا نتكلم عن احنا كلك اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي فيما يتعلق بالمحاصيل سواء حقلية او حاصلات بستانية لكن السروة الحيوانية والداجنة ليها دور كبير جدا في تحقيق الامن الغذاء في مصر وتنمية هذه السروة هم جدا فده من ضمن الملفات اللي ليها اولوية عندنا الاهتمام بالانتاج السمكي ليه اهتمام كبير جدا عندنا والنشر وتوعية المزارعين بمعايير ومواصفات المحاصيل التصديرية ونشر الاصناف التصديرية برضو ده ملف كبير جدا الارشاد الزراعي اشتغل عليه بالتعاون مع عدة جهات عشان توعية المزارعين باهمية زراعة الاصناف التصديرية اللي راغبين في التصدير تكويد المزارع اسلوبه بيتم ازاي وتواصلنا مع كل مديرات الزراع والارشاد الزراعي يعني عندنا ملفات كتير مع الفكرة الدكتور ايمن عش سمعنا واحنا بنتكلم عن زراعة القصب بالشتلات وعايز يشارك معنا في هذا الحديث دكتور ايمن عش مدير معه بالمحاصيل السكرية برحب بحضرك يا فندم دكتور ايمن معاي اهو طالعا ازاي حضرك يا دكتور ايمن عفوا الصوت هتحرك بالتلفون يا دكتور ايمن بعد اذنك دكتور ايمن ايوة يا فندم ازاي حضرتك في حاجة في الصوت مش موجود طي نعاود الاتصال بيك تاني بعد الفصل احنا اللي هنكلمك بقى هنطلع فصل جاسي يعني بعد الفصل احنا هنكمل حديثنا لان لسه في ملفات مهمة جدا بس انا عايز ارجع لنقطة تحديث الرأي ان كل قطرة مياه تسوي حياة بعض الفصل